موسيقى 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 انتشر الوزراء الجدد في مسقط الرأس ذبحت لهم الأضاحي وتغطس في الحلوة قبل أن يتجرع مرارة الأداء السياسي وفيما كانت التهاني ضاربة في القرى وصلت المعارضة حملتها على الرئيس ميقاتي والجيش والعماد عون مطالبة القوى العسكرية بضرب النار على كل من يحمل السلاح من الشمال إلى الجنوب ووفق تقويم النائب جورج عدوان فإن الرصاص يجب أن يكون عادلة وبيقتل جاره في حي الملول هو كمن يدافع عن أرضه في الجنوب وبعدما استنفذت المعارضة نواب الشمال استعانت بخبرة القوات واستقدمت سلاحها الثقيل وطرحت فؤاد السنيورة عملة سياسية في التداول مهمته توجيه اتهام إلى رئيس الحكومة جاء على صيغة السؤال التالي هل جئت مكلفا استئصال إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل إصلاح ما يرغبون إصلاحه السنيورة لم ينتظر الجواب وقرر أن الجدار الذي بناه الحريري عال كثيرا لا يستطيع أحد أن يتسلقه وأن يقفز فوقه قد لا تسمح دماثة ميقاتي بالرد المناسب أو القفز والتسلق على الرغم من نعمة طول القامة ولكن حبذ لو يتمكن رئيس الحكومة من إجراء عملية استئصال لكل ذلك الإرث الذي أورث لبنان ديونا وإدارات مهترئة استشهد الرجل واستشهدت معه الدولة فلا إرثه أنقذها ولا ورثته أحسن إدارة البلاد حكموا بالطريقة التي بددوا فيها ثورة الوالد وأصبح زعيمهم سعد الحريري لاجئا بين الرياض وباريس وسنطلق بدءا من هذه النشرة رحلة تقص وحقائق لتحديد مكان إقامته لسيما أن موسم الصيف يغير وجهته ككل عام ومن الواضح أن عودة الحريري باتت هي أيضا مرتبطة بالوضع في سوريا لكن معطيات الأيام الماضية منحت النظام السوري أكثر من فرصة للبقاء وقد تتعزز هذه الفرصة بخطاب يعتزم الرئيس السوري إلقاءه غدا بحسب تأكيد مصادر وزرية في دمشق من دون أن يصدر عن السلطة أي نبأ رسمي بعد ومن علائم تأكيد موعد الغد إلغاء زيارة لوفد إعلامي إلى جسر الشغور كانت مقررة يوم الاثنين واستباقا شكل معارضون سوريون ما سموه مجلسا وطنيا لمواجهة النظام هيئة عملياته من الحدود التركية السورية ترجمة نانسي قنقر